والآن إلى شبك هاشتاج الذي نرصد فيه مع أميرة مهدد بتفاعل التونسيين مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخير أميرة أهلا وسائل فيك بعد زمان ما اجتمعنا أنوياكي بشبابيك طبعا مواضيع عديدة شغلت التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن الآن أبرزها وما يتم الحديث عنه حتى ليس تونسيا أيضا عربيا هو وليد الزيدي الكفيف الحاصل على الدكتوراه في الأداب والذي ترشح لأن يكون أحد وزراء الحكومة مساء الخير رولا وعودة ميمونة بالفعل وليد الزيدي الذي يلقب هنا في تونس بطاها حسين تونس هذا الرجل الحاصل على الدكتوراه في اللغة والأداب العربية بكلية منوبة وهو مدرس كذلك في الجامعة وليد الزيدي لم يترشح حرولا إلى منصب وزارة الشؤون الثقافية لكن رشحه المشيشي أو الفريق الذي يتبع المشيشي في تشكيل الحكومة التونسية لكن هذا الجدل منفك يبتعد عن وليد الزيدي منذ أعلانه البعض رحبا واعتبرها رد اعتبار أو ربما دعم لذوي الهمام أو ذوي الإعاقة في حين أن البعض الآخر اعتبر أن هناك بعيدا عن العواطف شخصيات أقدر على إدارة الشؤون الثقافية أو إدارة وزارة الثقافة الجدل يكمل رولا في نقطة أكثر أهمية وهي أن الزيدي نشر في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك أو على حسابه الرسمية يقول أنه تعفف عن هذا المنصب وأنه متردد في قبول هذا المنصب يعني مباشرة ويوم بعد هذه التدوينة عندما التقى وائس الحكومة المكلف هشام المشيشي بأعضاء حكومته الجديدة يعني في لقاء صحفي ونقطة أعلامية يقول المشيشي أنه تخلى عن وليد الزيدي معتبرا أن فريقه الحكومي أو أنه لا يرغب في ضم المترددين في خدمة الوطن الجدل مازال قائما بخصوص استغناء المشيشي عن وليد الزيدي في ذات اليوم وبعد سويعات قريبا يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يعني وزير الثقافة أو الوزير المقترح وليد الزيدي بصفته الرسمية وكأن يعني قيس سعيد يضرب عرض الحائط بقرارات المشيشي وهو ما أثار جدلا واسعا لدى تونسيين معتبرين أن هناك خلاف كبير بين رئيس الحكومة المكلف في شامل مشيشي وبين رئاسة الجمهورية بين رأسي السلطة عموما أحسن يقول في هذا الصدد إذا تمت المصادقة على الحكومة المقترحة وتولى السيد وليد الزيدي وزارة الثقافة فإن الشؤون الثقافية في تونس ستصبح من مشمولات رئاسة الجمهورية باعتبار أن السعيد هو الذي دعم الزيدي على خلاف المشيشي مباشرة لأن الرئيس انتصر للوزير المقترح في الحكومة الجديدة وليد الزيدي الذي عبر عن تعففه من المنصب ومن الوزارة ليلة تقول وهي كاتبة تونسية ومثلة أيضا تعين تعفف ومن بعد قال تعففت أما رئيس الحكومة سحب منك تعيين لكن رئيس الجمهورية رأى فيك أن تكون من المهم في منصب وزير الثقافة فضيحة استهتار ودوس على كرامة الفنانات والفنانين والمبدعات المبدعين في كل المجالات أنا ليلة تبال الكاتبة والمثلة والمخرجة والمكونة أرفض تعين الدكتور وليد الزيدي على رأس وزارة الثقافة ورأيك يا قيس سعيد لا يعنيني معز يقول المشيشي يعفي وليد الزيدي أصباح وسعيد يرجع لعشية رئاسة حكومة دار من قصر قرطاج والمشيشي عاون تنفيذ لا أكثر من ذلك هذا في خصوص الموضوع الأولي رولان الموضوع الثاني أيضا على ما يبدو سياسي بامتياز وكل يدور في فلك الحكومة وتشكيلاتها ليس كذلك بالفعل رولا يعني السياسة هي التي تلقي بذلالها على مواقع التواصل الاجتماعي التونسي خاصة أن تفصيلنا تقريبا ثلاثة أيام فحسب على المصادقة الحكومة التونسية أو توجه البرلمان لنيلي الثقة الموضوع الثاني يتعلق بعلي الحفصي هذا الشخص الذي تقريبا كان مشاركا في كل الحكومات علي الحفصي كان مشاركا كوزير يعني بمكلف عفوا بالعلاقات مع البرلمان خلال حكومة إلياس الفخفاخ لكن يعني أثار اسمه سخرية التونسيين أو طرفة التونسيين عندما علي الحفصي راجت له صورة وهو يقسم أثناء أداء القسم الدستوري يقسم على الطاولة وليس على مصحف القرآن يعني كانت تقريبا في قالب خطأ وهو ما أثار سخرية التونسيين علي الحفصي كان من ضمن الوزراء الذين تمت المحافظة عليهم في فريق المشيشي بنفس الحقيبة الوزرية وزير مكلب العلاقات مع البرلمان يقول سرعان ما التونسيون استذكروا حديثة القسم الدستورية وكانت التعليقات جد طريفة يقول عبدالسلام علي الحفصي منتوق للهم منحلف كان على الشدلية الشدلية هي يا رولا تعني بتونس يعني القهوة أو الشي وهي يعني النبتة التي تكون فيها نسبة عالية من الكافيين والتي نسبة إلى الولية الصالح أبو القسم الشدلي فتسمى القهوة الشيء الشدلية فقال وهنا يعني يكثر الحلفان بها خاصة في أجدادنا وأسلافنا فيقول عبدالسلام علي الحفصي منتوق قال لهم منحلف كان على الشدلية أمين في تدوين له يقول علي الحفصي قعد في الحكومة خاطره صادق وحلف على اللوح ولم يحلف على القرآن كبقية وزراء الفخفاخ صفحة جابس فيسبوك تقول علي الحفصي بعد ما حلف على الطاولة في الحكومة السابقة المشيشي يعطيه فرصة أخرى المسامح كريم ونتوقع أيضا يا رولا أن تكون هناك تعليقات خاصة الأسبوع القادم بعد جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي أشكرك أميرة مهدف على هذه الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي ونلقاك في جولات أخرى شكرا